الحقيقة نبتشي البيع المصري والمندوب السامي للمملكة السعودية في مصر عمرة أديب عمرة عبدالفتاح مصطفى عمرة عبدالحي مصطفى أديب قاعد للسقطة واللقطة عشان يدافع بس عن قرارات السيسي وبيع الشركات ويقولك عايزين بيعين شطار اسمع كده عمر أهو قصدي البلد الفترة الجاية محتاجة بيعين شطار مش محتاجة محاسبين مش محتاجة مهنسين محتاجة بيعين شطار شطار طب وحضرتك ليه يعني ما احنا عايزين دكاترة عايزين مهنسين عايزين ناس تشتغل يعني قالك لا احنا محتاجين بيعين البيعين دول يكونوا شطار والشطار دول يعني بص يا علي انا بعتتلك حاجة دلوقت هي عشان قلتلك انا واحد ونص مليون عامل من في صناعة الدواجل هيطيروا في الشارع انا بعتتلك لوقت خبرهو بص عليه ازمة الاعلاف تدفع مليوني اتنين مليون عامل في قطاع الدواجل البطالة استنى يا عمي استنى عشرين فبراير تاتة عشرين ازمة اللي انا قلتلك واحد ونص مليون قادي الرجل المسؤول اهو بيقولك اتنين مليون عامل في الشارع وسلملي بقى وسلملي بقى على سلملي على عبدالفتاح المهم بيقولك مش عيب طبعا طالما بابلك وما فيش شي فيه فيلنج سوات ده مش اسمه بيع عمر ده اسمه بيع البلد بيع للبلد انما تعال اسمه عمر بيقولين انت محتاج انك تبيع يعني هذا الامر جزء من الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها علشان تقدر تعدي من الازمة الاقتصادية فهذا امر اهم جدا ولا يجب التعامل معه بكثير بقى من الشعبوية اللي هو الارض لو عدشانة نرويها بدمانة مفيش في الموضوع ارض والعرض ولا اي حاجة العالم كله في اي مكان بيوصل لمرحلة انه الدولة تخرج من اشياء معينة حتى بدون ازمة اقتصادية بيع هذه الشركات يخفف من الضغط على الدولار على الاسعار عشان الناس اللي مش متابعة قوي يقول لك هم حيبيعوا البلد لا مش حيبيعوا البلد احنا بنبيع شركات واجزاء من شركات لاننا احنا لغاية ده الوقت مش عارفين الطريقة حتب عاملة ازاي انا بس عايز اسأل عمر قديب هو عمر قديب اللي يحلل للازمة دي انا عايز اسأله عمر انت معلش ايه التاني كده وقف عن الحيطة اللي اقولك بس عمر يوقف عليها العالم كله من الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها علشان تقدر تعدي من الازمة الاقتصادية فهذا امر هم جدا ولا يجب التعامل معه بكثير بقى من الشعبوية اللي هو الارض لو عدشانة نرويها بدمانة مفيش في الموضوع ارض والعرض ولا اي حاجة العالم كله في اي مكان بيوصل لمرحلة انه الدولة تخرج بس العالم كله في اي مكان بيوصل للدولة بتخرج طب عمر فسارلي علل لماذا خرج الرئيس الامريكي جو بايدن امس واعلن ان الدولة بعد تفليس بنك السيليكون فالي ده اخرج الرئيس جو بايدن مبارح واعلن اننا لن نسكت وسنحافظ عن نظام المصرفي علل اذا كانت الدولة بتخرج وده بنك بنك مش تابعة الدولة بنك اسمه سيليكون فالي فلس زي ما هنجيب في تريند بعد شوية خرج استنى بس خرج الرئيس هات اللي انا بقوله ده الوقتي خرج الرئيس الامريكي جو بايدن وقال بالنص كده لن نسمح بنهيار اهو بايدن يتعهد القيام بكل ما هو ضروري للحفاظ على النظام المصرفي فرنسا 14 علل يا عمر بيقولك الدولة العالم كله بيجي وقت الدولة فيه بتخرج اي كلام طيب قولي اذا كان دا حقيقي ان الدولة بتخرج الرئيس الامريكي داخل ليه في الموضوع في تفليس البنك وبيقولك لان نسمح بنهيار النظام المصرفي دولة ايه بتخرج عمر الحقيقة عمر انت تاجر نخاسة عرف تاجر نخاسة يعني ايه تاجر نخاسة دا كان بيتاجر في البشر وفيه لوح مشهورة جدا بس ايه بتيجي يعني لانها لوح فيها اساقة يعني لوح مشهورة رسموها علماء الحاملة الفرنسية لما جون مصر لتجار نخاسة فتلاقي تاجر نخاسة في لوحة مشهورة قوي يعني بس ما منفعش تسعرض يعني اللوحة موجودة في المتاحف لكن انت تروح لها المتاحف لكن ما تطاردش على شاشة يعني اللوحة دي التاجر نخاسة بيقرض على واحد واحدة ست زال امر اريانا مالت وعمال بقى يقلب فيها تاجر نخاسة دا كان مشهور بانه بيتاجر في العبيد او من يسموا بالعبيد يعني بشر وقعوا في ايد عصابات الطرق او نتيجة الحروب بينهم اطفال رجالة ستات بنات صغيار اي نوع تاجر نخاسة دا كانت مهمته يمسك الناس دي يبيعها ما عندوش لا شرف ولا كرامة ولا دين ولا ديولو لو امه هتجيب له فلوس يبيعها وتاجر كان معروف يعني وعلماء الحملة لسموه انت تاجر نخاسة عمر انت نخاس انت نخاس يا عمر لان انت ما تضعش تقول ان الكفير الخليجي قولها قول ان الكفير الخليجي اللي مشغلك وخاصة السعودي اللي مشغلك زعلان زعلان من السيسي قول كده وعايز يشتري الشركات المصرية وان السيسي بيحاول يرضي اخواننا في الخليج زي بيقول موقع الحرة الامريكي عمل تقرير النهاردة طرح شركات الجيش في بورسة هل تنجح مصر في ارضاء الخليج لموقع الحرة وكالة بلونبرج اطلع صاتي قدق الله خليج اشارت الى ان مصر تنتظر ان يدخل حلفاء الخليجيون العرب مزيدا من الاستثمارات بمليارات الدولارات ورغم ان هذه الاموال قد تم التعاهد بها سابقا الا انه لم يصل سوى قليل منها حتى الان طرح الشركات التي تمتلكها المواسطة العسكرية لتدول في السوق المالية يطرح حدة تساؤل حول الاسباب لتدفعت الحكومة لاتخاذ تلك الخطوة في هذا التوقيت وعما اذا كانت تهدف الى جذب الاستثمارات الخليجية المتوقف قول كده قول ان الخلايا جاء متضايقين وان الاسعار عالية عليهم وعايزين يشتروا بسمن بخص دراهم معدودة